طيب نروح بقى النهاردة لاستعراض مباراة اليوم قلت لحضراتكم في مباراة بدأت ساعة اربعة ويمكن احنا خلاص في الجزء الاخير يعني او في منتصف الشوت التاني ما بين بوركينا فاسو وموريتانيا منذ قلقة النتيجة كده لما بصنا عليك التعادل سلبي ما بين المنتخبين يعني لا يعني لسه غادل لا تنفيش اي اهداف واعتقد التعادل ده هيكون في صالح منتخب الجزائر لان الجزائر مبارح لما تعدلت مع انجولة كانت نتيجة صادمة للجماهير الجزائرية ولجمال بالماضي المدير الفني وبالتالي افضل نتيجة للجزائر ان بوركينا وموريتانيا هيتعدل طيب المباراة دي بيدر على فكرة جلال جيد الحكم المغربي ومعها على الفار هيسام كيرات تونس وانا بيبيا الساعة سبعة نتمنى التوفيق رب العالم علول المباراة دي هتكون الساعة سبعة في مدينة كرهوجو وهيدرها حكم صومالي وعلى الفار دانيل لارية من غنى مالي وجنوب افريقيا بير ستاو في مواجهة مع علي وديانج ساعة عشر بالليل طاقم مصر هيدير هذا اللقاء نتمنى يا رب نتفرج على مباراة كبيرة من ابرز التعليقات اللي جاتلي على هذه المباراة لما نشرنا اسماء الحكم قال لك طاقم مصري هيدير مباراة تونس هيدير مباراة مالي وجنوب افريقيا طب هيطرد مين يعني هنا العف الاهلي وهنا العف الاهلي تعرفين انتوا يمكن بالتأكيد طبعا الهزار والحاجات اللي موجودة على السوشيال ميديا ناس كتيرها بتحب ايه تضحك طاقم مصري ومعها اثنين لعيبة واثنين لعيبة في الدورة المصري واحد من الآلي واحد من الآلي هيجي على هنا طب الاهل وعيبوا مع ده طب هيجوا على هنا الاهل وعيبوا مع ده فالمسألة اعتبال مباراة على فكرة يعني فيها كلام كتير جدا بناء على النتيجة والأداية التحكيم اللي اتمنى التوفيق ربي كمان للحاكم المصري واللطاقم المصري بقيادة الكابتن محمد عادي طيب مباراة بكرة وعندنا كالعادة انفراضات برضو واخبار بخصوص مباراة بكرة بكرة فيه مباراتين مش تلاتة بكرة فيه مباراتين والمباراتين دول في المجموعة الستة اخر مجموعة اللي بتتلعب في مدينة سان بيدرو المباراتين هيكون الساعة سبعة والساعة عشر اللقاء الاول الساعة سبعة المغرب هي تلعب مع تنزانيا المباراة دي هي درها حكم منتشاد الحكم تشادي محمد الحاج جعله وعلى الفار محمود عشور ومعاه مساعد فار ماريا ريفت المطش التاني قدامك وهو الكنغو الديمقراطية وزنبيا ومجموعة صعبة جدا على فكرة يعني البعض ممكن يتخيل مجموعة سهلة للمغرب سهلة على الورق ولكن الكنغو نتيجة مع المغرب بيبقى فيها مشاكل تنزانيا مع المغرب كانت في تصفيات كاس العالم مباراة فيها مشاكل والتصريحات اللي خرجت من عادل عمروش المدرب الجزائري لتنزانيا وتصريحات وليت بريك راك النهاردة لما رد عليه فالبطولة او المجموعة فيها حرب بتصريحات مش عتكلم على منتخب زنبيا بيدير الفريق او المدير الفن يعني مدرب مش عايز اتكلم عنه اصلا ولا عايزين اتكلم على هذا المنتخب ولكن ما علينا يعني فالبطولة او المجموعة مجموعة على الورق فيها تصريحات كتير ولكن المغرب الكل بتوقع لنا هتكون في الصدارة وكل بينتظر المغرب لان المغرب رابع كاس عالم فكل بينتظر تواجد المغرب في هذا المحفل القري بشكل اكيد زي ما ظهر به في كاس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين زي ما قلت لحضراتكم بالحكام المغرب تنزانيا حكم تشادي محمد الحاج جعله وعلى الفار محمود عشور ومعا مساعد فار الحكمة ماريا ريفيد من موريشيوس هتكون ايفار ماتش الكرغو الدموقراطية وزنبيا هيدير اللقاء الحكم الاسيوبي بملكة سيمة هو لا يجير هذا اللقاء فين من 6 شهور الناس قالت بملكة سيمة هيدير نهاية الاهل والوداد اصلي دي اخر مباراة وعيعتزل الراجل من ساعتها عدار مباراة في تصفيات كاس العالم تصفيات امم افريقيا عدار مباراة في دورة ابطال افريقيا موجودة هوف كاس الام لا الراجل اعتزل ولا حاجة سنتعرفين الترند السلبي اللي على السوشيال ميديا والناس دايما بتحاول تطلع باي معلومة تعمل اي بروباجندا بملكة سيمة موجود بكرة في مطش الكنغو وزنبيا ومعها على الفار الموريتاني دحان بيدا والحكمة من جنوب افريقيا اكون مكالمة حكمة من جنوب افريقيا هتكون ايه فار مع دحان بيدا في بباراة بكرة ما بين الكنغو الديمقراطية مع زنبيا ضمكم على الشاشة هو دول حكام مباراة بكرة وبالتالي نتمنى التوفيق رب ازدلال المنتخب العربي المنتخب المغربي في اداء مباراة كبيرة جدا وتمنى كمان التوفيق لمحمود عشور بالظهور بشكل جيد لمن النهاردة وعمل رقم قياسي في كأس الامم ادار تلات مباريات في الجولة الاولى يعني ما بين السبت للاربع بنتكلم في خمسة ايان اشتغل سبت واثنين واربع نتمنى له التوفيق ويقدر يكمل على كده في الفترة اللي جاية ولكن محمود عشور مش هيكون موجود في البطولة الا حكم فار فقط فار فقط هتلاقوا حكام تانية بيتغيره ما بين الفار والملعب وده ليه اسباب انا قلتها قبل كده في موضوع التصنيف ومش التصنيف فيه ناس استوعبت وفيه ناس لسه مش قادرة تستوعب ولكن انا قلت لحضراتكم قبل كده انا مش بتكلم على الجماهير اكيد الجماهير فاهمة سنا بتكلم فيه ناس في المنظومة نفسها مش قادرة تستوعب يعني ايه تصنيف مش قادرة تفهم التصنيف ده ايه اهميته وشارة الملعب وشارة الفار دي ايه اهميتها عموما تصنيف اللي حلع على الله هو اللي دولتي بيتخذ عليه كل المباريات والترتيبات والتعينات اللي بتحصل فيه المباريات الافريقية